علشان تفهم الحلقة دي لازم تكون شفت حلقة المقدمة قسمنا سرطانات الدم لي Acute lymphocytic leukemia Chronic lymphocytic leukemia Acute myloid leukemia Chronic myloid leukemia تعال نركز معه Chronic lymphocytic leukemia سرطان الدم اللي مفاوي المزمن يجي لواحد المعمل مش بيشتكي من حاجة فقط بيعمل تحاليل شاملة يتطمن على نفسه فعمل له أصور الدم هلاقي خلايا الدم البيضة عالية من النوع الليمفوسايد ايه ده ده بينه عنده سرطان ولا ايه نعم سرطان ايوا ما هو النوع ده غالبا بنكتشفه بالصدفة وعلشان كده بنقول نعمل تحاليل شاملة بشكل دوري يا صديقي ونرفع ايدينا وندعي اللهم مش في مرضى الاورام نتكلم عن سرطان الدم اللي مفاوي المزمن كرونيك لينفوسيتك لكيميا وفي الرجالة عن الستات مريض السي الال النوع ده غالبا بنكتشفه بالصدفة مع تحليل صور الدم بشكل روتيني 40% مش بلاقي عليهم أي أعراض خالص ولو لقيت بتكون أعراض عامة زي تضخم الغدد الليمفاوية أحيانا أنيميا الصفايح تقل سخونية عرق بالليل وزنه يقل إجهاد وكل شوية التهابات التهابات طيب أما هو مش بيعمل حاجة انت مخوفنا ليه لا ما هو مش مبين أعراض بس بيدرب من تحت لتحت ويدخن في مضاعفات ده سرطان دم الليمفاوي ضارب خلايا بلينفوسيت اللي مسؤولة عن إنتاج أجسام مضادة تشميك وده معناه أن الأجسام المضادة هتقل حصل هايبو جاما جلوبيولينيميا فتبتدي تشتكي من قطر الالتهابات وممكن تدخلك في أمراض تكسيرية منعية وفشل نخاع وممكن يقلب لسرطان تاني أشرص في الدم أو أعضاء أخرى طيب إيه السبب في عوامل ممكن تسببه ممكن نقسمها لثلاث فئات حسب ضربنا النايف بي سيل أو البي ميموري سيل أو الانترميديات فيه طفرة جينية ضربة الحمد النموي للخلية بي لينفوسايت فحصل خلل جيني من دول لكن السبب اللي عمل الطفرة الجينية دي مش معروف أوي للآن نيجي لتقسيم السي إل إل فيه تقسيمة حلوة أوي انت عارف ان خلية الليمفو بلاست في الطبيعي هتطور وتعطيني خلية لينفوسايت واللي هي نوعين يا إما بي لينفوسايت أو تي لينفوسايت فالسرطان هنا ضرب النوع ده أو النوع ده قسموا الكرونيك لينفوسايت كليكيميا السي إل إل لينوعين إما ضرب خلايا بي سيل بيسموها كرونيك بي لينفوسايت كليكيميا ودي أنواع زي الكرونيك لينفوسايت كليكيميا البرولينفوسيتكليوكيميا هيري السيلوكيميا بلازما السيلوكيميا كل دول أنواع ضربوا البي سيل ولو ضرب التي سيل بيسمها كرونيك تيلينفوسيتكليوكيميا ودي برضو أنواع زي اللاج جرانيولر لينفوسيتكليوكيميا والتي سيل برو لينفوسيتكليوكيميا والأدلت تي سيلوكيميا والسيزاري سندروم انسى كل ده ده هو الأغلب الأكثر شيوعا في الـ CLL وهو الـ Chronic Lymphocytic Leukemia اللي ضرب الخلية بيسل طيب نيجي لمراحل الـ CLL في عندي كده Clinical Staging في أمريكا عامنين تقسيمة حلوة قوي اسمها Ray Staging System المرحلة Zero Ray Stage Zero خلايا الليمفوسايد فوق 15 ألف بس ما فيش أي مشكلة ما عندوش أي أعراض خالص المرحلة الأولى Ray 1 Stage 1 خلايا الليمفوسايد عالية بس فيه فقط تضخم في الجدد الليمفوية المرحلة الثانية خلايا الليمفوسايد عالية بس فيه تضخم في الكبد والطحال المرحلة الثالثة خلايا الليمفوسايد عالية وفيه عند أنيميا مع تضخم في الجدد الليمفوية والكبد والطحال المرحلة الرابعة خلايا الليمفوسايد عالية وفيه نقص صفايح وتضخم في الجدد الليمفوية والكبد والطحال وانيميا طيب نيجي لتشخيصه التشخيص معتمد على اكتشاف وجود خلايا بيلنفوسيد بكميات مهولة اه هي ناضجة ماتيور لكن مش شغالة فهنلاقيها بكميات كبيرة في نخاع العظم وفي الدم هنعمل صور الدم كاملة هلاقي فيه انيميا والصفايح قليلة وخلايا الدم البيضة عالية جدا 20 ألف 30 ألف فوق 50 ألف كمان وخاصة اللي علي النوع الليمفوسيد هلاقي فيه ليمفوسيدوسيز يا خبر يا سليم انت مكبر الموضوع ليه كده وهتعمل لفيلم هو حرفيا هحتاج اعمل فيلم بس فيلم دم هنعمل فيلم دم هلاقي فيه انيميا نورموسيتك نورموكروميك والصفايح قليلة وممكن طبيعية وخلايا الدم البيضة عالية واكتر من 50% منها ليمفوسيد خلايا صغيرة النواة مدورة والكروماتين كسيف ومتكتل وسواء كانت طبيعية او لا فشكلها تحت الميكروسكوب تبدو طبيعية هو بس ممكن تكون هشة او صغيرة شوية او تتكسر وتفرقع بيسموها سماج سيل ركز في الاسم ده قوي واربطه قوي بالسي ال ال وعلشان نتأكد هنعمل فحص النخاع بون مارو ايجزامينيشن زي البون مارو بايوبسي هاخد واغزة من النخاع بلاقي في السليولارتي هايبر سليولار قوي في خط الليمفويد النخاع مليان خلايا ليمفوسيد ناضجة بس مش شغالة ولو في بداية السي ال ال بلاقي الخطوط الباقية طبيعية لكن مع الوقت خط الليمفوسيتك بياخد مكان الباقي فيعمل انميا ونقص صفائح وبياخد بون مارو اسبيريشن علشان اعمل اميونو فينو تايبنج علشان اعرف نوع السرطان بالتحديد بتقنية الفلوسيتومتري اعرف نوع الليمفوسيت السرطانية دي هلاقيها كلها من نفس الخط اما بي سيل او تي سيل هلاقي الاميونولوجيكال ماركرز دي على سطح الخلايا وممكن نعمل سايت جناتك اناليسيز اعرف الخلال الجيني فين بالزبط بلا النتايج دي طيب نيجي لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن السي ال ال هو بس بنتحكم فيه شوية ونتابع اعراضه مضاعفاته زي تضخم الطحال والغدد الليمفاوية ممكن جراحيا او بالاشعاع نحلها لكن لو ما فيش اعراض ممكن ما ناخدش اي قرار وهو الحالة عايشة والامور ماشية وخاصة بالمراحل الاولى ولكن ما تنساش ان احنا ممكن نضطر نعالجه حتى لو ما فيش اعراض لانه ممكن يقلب اما لو هو عنيف لا هنا هنعالج هنعالج علاج كماوي واحيانا كماوي ومناعي وممكن علاج موجه ده بيصطاد الخلايا السرطانية بس ومش بيأثر في السليمة او نلجأ لزرع النخاع بالنسبة للتحسن ومعدلات الشفاء والله المعدلات كويسة فيه بس مرتبطة بعوامل كتير اهمها نوع الطفرة الجينية اللي حصلت ونسبة خلايا الليمفوسايت قد ايه والخلايا السرطانية دي بتضاعف كل قد ايه والمرحلة اللي المريض فيها سلام احنا زي ما بنسعى لتقديم خدمة صحية وتميزة لجميع المرضى وبالطبع منهم مرضى الاورام فعلينا مسئولية انسانية لان احنا اكتر ناس حاسين بألامهم ومعاناتهم فأولى بينا نكون اول ناس تتبرع علشان تساكن في علاجهم مؤسسة مستشفى سرطان الاطفال 57-57 500-500 المعهد القومي للاورام الجديد مركز الاورام جامعة المنصورة 39-39 جمعية مستشفى سرطان اطفال اسكندرية 400-400 معهد اورام جامعة الزأزيق مستشفى بهية اشتركوا في القناة